موسيقى مشاهدين أهلا بحضراتكم وفاة لاعب كمال الأجسام الشهير جو لندر المفاجأة ما زالت حديث السوشيال ميديا هل كان بيعاني من أمراض أو خلافه لكن في مفاجأة كشفها آخر منشور لللاعب كشف عن بعض الأسرار عن معاناته الصحية اللي قد تكون قدت لوفاته قبل أيام لاعب كمال الأجسام المعروف على يوتيوب باسم جو ستاتيكس توفى عن عمر يناهز 30 عام يوم السبت الماضي بسبب معاناته من مرض غريب لا يلائم طبيعة النشاط البدني للاعب كمال الأجسام في لقاء سابق ليه خلال الشهر الماضي تحدث جو عن إصابته بمرض عضلي حيث أن عضلاته حساسة بشكل غير عادي للضغط وقبل يوم من وفاته نشر الألماني لندر على حسابه على انستجرام اللي بيتابع عليه حوالي 9 مليون متابع نشر منشور كشف أنه كان بيمر ببعض المشاكل الصحية بعد علاجه ببدائل التستوستيرون وكتب لندر خسرت كتل عضلية كبيرة أنني توقفت عن جميع المكملات الصناعية لمدة عام ولم أتمكن بعد ذلك من استعادة مستويات سابقة الخاصة لذا عدت إلى العلاج ببدائل التستوستيرون وأضاف لقد حاولت التوقف عن المكملات لكن احذروا أن ذلك قد يكون له أثار طويلة المدى على الحياة وأضاف العلاج ببدائل التستوستيرون هو التزام كبير وأظهر الكثير من الاختلافات في الحل نصح المتابعين بأن أي شخص ممكن أن يبدو رائع الشكل حتى بدون مكملات صناعية وبطريقة طبيعية تماما وعلى الرغم أن المنشور الأخير قد كشف معاناة لندر منذ التخلي عن المكملات الصناعية ولكن حتى الآن من غير معروف إذا ما كان هذا الأمر مرتبط بوفاته أم لا جو لندر كان مؤثر ألماني بارز خلال السنوات القليلة الماضية وده في اللياقة البدنية وكمال الأجسام اكتسب على موقع التواصل الاجتماعي أنستوغرام شعبية كبيرة أصبح مصدر محبوب للمعرفة والترفيه لمجتمع اللياقة البدنية العالمية عاش لندر لفترة وجيزة كان في تايلند بدأ رحلته مع كمال الأجسام في سن مبكرة للغاية وقرر أنه يوتق مقام به من كلال حساباته الرسمية سرعان ما تجاوز حاجز 8 مليون متابع على أنستوغرام وأكتر من 940 ألف مشترك على يوتيوب تميز عن غيره من لعب كمال الأجسام على خلفية حالته العضلية النادرة فكان بيتحكم بشكل كبير ولا يصدق في مرونة عضلاته ولقد فيديوهاته على مختلف منصات التواصل رواض واسع وكبير دي كانت تطورات الموضوع عن وفاة المحبوب جو لندر لاعب كمال الأجسام معروفة عالميا وربنا يحفظ الجميع أشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء